اهلا وسهلا بحضراتكم كيف يمكن ان تصف مصر والله يشوف مصر وصلت لمرحلة ان بقيت بتنام بالليل ومش عارف الصبح هيحصل ايه يعني الستة شهر اللي جايين دول لغاية نهاية يونيو لما يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة انا بعتقد انها اصعب ستة شهور من يوم الثورة ما قامت كل اللي حصل في السنة اللي فاتت قوم واللي جاي ده قوم اخر اولا احنا دخلين في خنائة الدستور نعم والدستور مش صحيح انه مسألة متفق عليها وحتمر الدستور دونه الاهوال النهاردة فيه مجتمع معين ارتضى حريات اساسية مجتمع دولي وايضا مجتمع داخلي وهناك اغلبية في البرلمان مش لها وجهة نظر اخرى حضر الدستور اخر فيه النهاردة دستور الاخوان مشروع وعملوه على اساس الكسب الوقت عشان ما نضيعش وقت في صياغ الدستور مكتوب وموجود وحيكون هو الاساس للدستور القادم فيه خنائة مش بس حوالين المواد بتاعت الدستور انما ايضا طريق تشكيل اللجنة التأسيسية اللي حتضع الدستور طبعا لم يحدث في تاريخ الدستير في العالم انه برلمان كتبه او انه اغلبية في البرلمان هي اللي كتبت الدستور لازم يبقى دستور توافقي فدي دونها الاهوال ايضا هنطلع من ده نخش في مسألة الرئاسة سحر تك عديت 25 بسرعة اوي موقفتش قدامه خالص ما انا سايبه ده لان ده اصعب واحد فيه البعض بيعتبر ان لو عدينا 25 وبالتالي 26 و27 اللي وحي يكونوا الجمعة لان 25 موافق الاربع مصر حتقدر تعدل 6 شهور اللي بقيين سواء تقدمت الانتخابات قليلا ام لا ان حجر العطر الحقيقي ان مصر تعدل بامان يوم 25 هل بتتفق مع ده او سيدنا همان لا الحقيقة انا ما بشوفش ارتباط بين 25 وبين قضية الدستور مثلا اللي حيحدث يوم 25 مش هيأثر في كتابة الدستور ومش هيكون له يعني تأثير على الخناء اللي أنا متوقعها لا حيكون لي تأثير على انتخابات الشورى المزمع عقدها في نهاية الشهر ولا حيكون لي تأثير على قرار فتح باب التراشح رئاسة الجمهورية المبكر او خلافه اللي انا اخشى منه يوم 25 انه يحصل انفجارة مثل ما حدث في مجلس الوزراء مواجهة يعني مواجهة دامية او غير دامية لكن مواجهة عنيفة تدخلنا في مأساة اخرى في دفتر المقاسي اللي احنا عايشينه النهاردة زي ما حصل في مجلس الوزراء وقبله في محمد محمود وقبله في مسبيرو وهكذا ده اللي ممكن يحدث واللي نتمنى ان لا يحدث انا شايف النهاردة في انقسام حتى بين اللي حيخرجه يوم 25 نص الناس خارجة تحتفل ونص الناس خارجة يعني دول متقلهم راحين فرح ودول متقلهم راحين ميتم نعم والاثنين حيتقابلوا في نفس تخيل حضرتك ناس راحين ميتم نفس القاعة او ناس راحين فرح والاثنين في نفس الواحد بيزغرط والتاني بيصوت ويعني ده في حد ذاته يعني وصفة اكيدة لمواجهة داخلية بين التحرير ونفسه من الذي عليه الترجع شوف النهاردة المشكلة اصبحت ان ما فيش قيادة وما بتكلمش على قيادة الصورة لان انا واحد من الناس بعتقد ان جزء من عظمة هذه الصورة ان ما كانش وراها قائد هو اللي حركها انما كانت حركة جماعية انما كنت اتصور انه التاريخ السياسي لمصر والنخبة السياسية اللي موجودة والاحزاب القائمة او اللي نشأت تستطيع انها تشكل نوع من الوفاق بين هذه القوى السورية الجديدة بحيث يبقى لها عنوان يعني حضرتك النهاردة لو عايز تكلم السورة تبعت لهم على اني عنوان لو بعدت العنوان ده فيه العنوان التاني يقولك انت ما بعدت ليش واذا بعدت ل 17 عنوان زي ما اسمعنا انه دكتور الجنزوري قابل 17 اتلاف من اتلافات السورة ومع ذلك قالوا له محد ما طلبتناش احنا ليه دول ما بيعبروش عنا نعم يعني برضو ان احنا نقول ان دي غلطة الشباب لوحدهم او نلقي بتابعة ذلك على الشباب لوحدهم فيها ظلم الشباب لهم اباء ولهم يعني اخوات اكبر منهم ولهم تاريخ سياسي سابق عليهم هو اللي دفعهم الى هذا وهنا كان دور هذه النخبة وهذه الطبقة من رجال السياسة اللي موجودين انها ترشد هذه الفورة الشعبية التي حدثت بتشوف النخبة كانت انانية جدا برجماتية وحاولت تستغل الموقف لحسابها النخبة كانت للأسف يعني اولا في البداية كانت غير وعية لما تم نعم تصوروا ان ده يعني اضافة لموقفهم الذي كان رافضا للنظام السابق لا دول مجوش تاريخيا عشان يثبته صحة مواقفكم دي قوة جديدة نشأت وكان يجب ان تنضم انت الى هذه القوة ومن خلال هذا الزخم اللي بيجمع بين حماس الشباب الجدد وخبرة الساسة القدامة كان نشأ عندنا مجموعة زي ما حصل في تونس هو تونس ايه اللي عبر بيها هذه البتاع النهاردة مين المتوليين شؤون البلاد في تونس كلهم فوق التمانين ولكن بزخم الشباب وتنفيذا لمطالب الشباب فحصل هذا الوفاق بين الجيلين عندنا ما زلنا عندنا هذا الانفصال بنقول الشباب واللي فوق اربعين ماينفعش واللي كان قبله خمسة وعشرين ماينفعش الكلام ده مش مزبوط لانه الخبرة كلها عند اللي فوق الاربعين سنة وبعض الجرم بقولها صراحة عند الاقل من هذا والمثال على ذلك صائد العيون الشباب الشاب الزابط اللي كان بيصطاد عيون الناس عنده كم سنة؟ اتنين وعشرين سنة اه تلاتة وعشرين سنة ده شاب فالمسألة من الشباب وكبار مسألة كيف نجمع احنا في مرحلة محتاجة جهد الجميع وكان فيه دور هنا محدش قام به والحقيقة انه المجلس العسكري اللي كان متولي ومازال شؤون البلاد ما كانش مؤهل لهذا الدور كان فيه دور للقيادة كان يبحث عن من يقوم به لم يعني يقم احد بهذا الدور لا من الجهات الحاكمة زي المجلس العسكري وانا بعفيه من هذا طبعا لأسباب كثيرة منها انه موجود بشكل مؤقت وغير مؤهل لهذا الدور انما فين رجال السياسة اللي صدعوا أدمغتنا كتابة وحواراتا في التلفزيون هم لاوا الفرصة وما استغلوها شكرا أستاذ محمد؟ هو فيه فرصة أكتر من كده فيه جماهير خرجت لها مطالب ولها كذا بس من يدير البلاد هو اللي بيده انه يعطي الفرصة أولاء بدليل انه لما أراد جاب المجلس للسكري لو كان جي المجلس للسكري مبكرا ما كانتش المسألة فرقت ما جابوش عشان يدير البلاد ولا جابو عشان يقود البلاد لكن أنا بتكلم القائد لا يعطى الفرصة القائد يصنع تصنعه الجماهير ولكن عليه أن يبادر القائد هو من يتبنى طلبات الجماهير ما يكفيش أنه نكتب مقال أأيد الصورة ولا أقول الصورة كذا أو كذا أو أطلع في تلفزيون أقول عملوا إيه أكتر من كده تلفزيونات ومقالات وأحاديث وكذا ما شفتش قائد نزل الصورة تبنى مطالبها وقال فأصبح هو رمز الصورة وهو قائد الصورة ما شفتش حد يعني حتى الصورة في بعض الأحيان حاولوا ينصبوا بعض الناس حاولوا يفرضوا هذا الدور على بعض الناس نعم لما اختاروا شخصيات وقالوا دي بتشكل الحكومة آه دي اللي تشكل الحكومة وطبعا لأن الشخصيات ما كانتش مؤهلة لذلك لم تنجح واختاروا بعض وزراء وبعد أيام اتضح أنهم ما ينفعوش واختاروا وزارات ورؤساء وزارات رجعوا لعانوهم بعد كده نعم فالدور ده مازال بيبحث عن من يقوم به وإلى أن يتم هذا إن ما تمش بشكل تلقائي من الميدان حيتم بشكل رسمي من خلال انتخابات الرئاسة وانتخابات الرئاسة هي الفرصة الأخيرة لأن يجيء لهذا البلد قائد يقود هذا هذه الفوضى إلى شيء يعني بنطمع إليه جميعا شيء يعود بنا إلى الاستقرار واللي احنا بنتطلع إليه طيب اللي حيودينها للرئاسة ما هو حيعدينها على الدستور وحيعدينها على البرلمان وحيعدينها على طوار وحيعدينها على المجلس العسكري فدعنا نقف قدام كل واحد منهم ونحاول نقرأ فيما حدث وفيما هو قاتل فحبتدي بالمجلس العسكري كويس المجلس العسكري الذي قتى محمولا على الأعناق في البداية وانحازى إلى الثورة أصبح في موقف الآن ما بين حديث يرفضه الكثيرون بالخروج الآمن وهذا التعبير البعض بيرفضه بشدة وبيقولك لا نتكلم عن خروج مشرف لأن كلمة الجيش وتقول خروج آمن وكأنه ارتكب جرما وما بين التهمات بأنه ارتكب جرما وأنه تقاعس عن تنفيذ ما هو مطلوب منه وكان يمكن أن يدير البلاد بشكل أفضل حضرتك بتشوف لو قيمتلي المجلس العسكري بتشوفه إزاي أولا أنا ضد أن حد ينصب نفسه وكأنه هو الذي يكتب التاريخ طب نكتب الخروج بتاعهم إيه تعالوا نكتبه آمن لا 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 اكتب مشرف اكتب زي ما أنت عايز التاريخ سيفعل ما يريد في قوة سياسية معينة هي اللي بتفرد الأحداث مش رغبتنا إحنا في أن نقول الخروج يبقى شكله إيه من الباب دا ولا من الباب دا ما تعرفش إيه اللي هيحصل في التاريخ هنا قوة التاريخ والقوة السياسية بتتفاعل وهي اللي حتحدد لنا شكل هذا الخروج ما نستطيع نحن أن نقول أننا مصممون على أن يتم الخروج يوم كذا بعد ما تنتهي العملية الانتقال السلطة ويتسلم المدنيين المنتخبين هذه السلطة مشرف ولا مش مشرف ما نعرفش يمكن التاريخ ييجي يحكم عليهم كلهم بأحكام يعني لا نريدها والعكس صحيح يمكن التاريخ يقول لو لا ما فعلوا الجيش بتاعه ويتضح في النهاية أن بعض أخطأهم هي جزء من الصورة الكلية وإحنا النهاردة حسين بيها لأن إحنا عايشينها فدع التاريخ ياخد مجرم خلي حكم التاريخ للتاريخ إنما خلينا نتكلم فيما نستطيع أن نفعله وما يجب أن نفعله ما يجب أن نفعله هو أن نضمن أن تمر هذه الفترة الباقية من المرحلة الانتقالية اللي هي ست شهور تمر وفق الجدول الذي ارتضاه الجميع إذا أمكن إن إحنا نصرع بالجدول كان بها لكن ما تقوليش النهاردة نلخبط اللعبة ونلعب لعبة تانية زي اللي بيقولولي إيه نعمل مجلس رئاسي جديد حلا أو نسلم لرئيس مجلس الشعب أو مجلس مجلس الشعب إزاي مين اللي قالن مجلس الشعب هو اللي بيتسلم اللي قال كده دستور أنت أسقطه هتطبق بنوده إزاي إحنا ماشيين نهاردة على دستور واحد وسبعين إحنا ماشيين نهاردة على إعلان دستوري ما قالش إنه رئيس مجلس الشعب يتسلم صورة بيقولك تما يطلع قرار يطلع مادة في الدستور جديدة يعني ما ما عملوا حاجات كتير بعد الإعلان الدستوري التسعة ما واده وعملوا 62 مادة ما عملوا مادة كمان طب ما أسهل إن أنت مش تطلع مادة ولا بتاع ولا تطلع أي حاجة تبدر انتخابات الرئاسة تقول انتخابات الرئاسة مدى ما عملنا مجلس الشعب نعمل الرئاسة وتنهي المرحلة الانتقالية ويتولى الرئيس المنتخب الجديد اللي الشعب هو اللي حيجيبه وحيبقى منتخب وحيبقى له سلطة غير أي حد أنت حتعينه وغير مجلس الشعب اللي أنت ما انتخبتوش عشان يبقى رئيس جمهورية نعم يعني أنت جبت واحد جبت محمد سلموي ضيف فقال لك لا أنا اللي هقدم البرنامج يريد لا لا هذا النائب انتخب كنائب نعم ولما انتخب ما كانش فيه نص بيقول إنه لو ما فيش حد يقوم مقام رئيس الجمهورية يبقى رئيس مجلس الشعب هذا غير دستوري وغير وعلى أنت حضرتك مع المصار الذي نسير فيه مع إذا كان هناك إمكانية تبكير أنا مع المصار الذي يضمن انتهاء المرحلة الانتقالية دي لأن مرحلة طالت بأكثر مما ينبغي بقى أنه النهاردة سنة أنا بقول ما عملناش حاجة لأن انتخبات مجلس الشعب اللي تمت دي كان ممكن تتم وكان ممكن تستنى لبعد كده مش مشكلة دا دي الخطوة الوحيدة اللي كان كل الأراء بتقول تؤجل لغاية الأحزاب الجديدة ما تترسخ أقدمها لغاية القوى السورية الجديدة اللي طلعت دي ما يبقى لها تواجد على الساحة السياسية بشكل أكبر لغاية الأحزاب الجديدة ما تقدر تستوعب بعض هذه القوى الجديدة وتتمرس في العمل السياسي كان فيه أسباب كثيرة جدا لكن الخطوة الوحيدة اللي كان ممكن تأجلها هي اللي بدأوا بيها بينما الانتخابات الرئاسة ووضع الدستور قبل كل دا تم ترحيله كان تم ترحيله لماذا من وجهة نزل حالة أولا لأنه المجلس العسكري أخذ مشورة خاطئة المجلس العسكري تصور خطأا أن القوى الكبرى في البلاد هي الإخوان وكان واقع تحت تصور قديم للنظام القديم أن البلد مقسومة بين يا نظام حزب وطني يا الإخوان فالنظام القديم لم يعد فاعلا مش عايزة أقول لم يعد موجودا فإذن اللي باقي هو اللي بتاعي يبقى نتفق مع دول فجابوا لجنة أنا بشوفه والناس كلها بتشوف أنه كان مسيطر عليها مصلحة الإخوان ووضع التصور يفيد الإخوان ومشي وفق هذا اكتشفوا بعد ذلك هذا الخطأ أنا ممكن تقول لي أن الإخوان قوى عظمة في الشارع ماشي قوى عظمة لكن هل هم القوى الوحيدة؟ بس القوى صحبة الأغلبية الأكتر في فرق بين الأغلبية نعم مجرد ما قلت أغلبية يبقى أنت بتفرق بينها وبين أقلية يبقى في أقلية كمان نعم والديمقراطية لا تقوم بأغلبية لوحدها والحكم لا يكون بأغلبية لوحدها والتعامل السياسي لا يكون مع الأغلبية وحدها وإنما مع الأغلبية والأقلية أيضا وبدون الأقلية الميزان يختل ولذلك اختل الميزان لأنهم عملوا وصفة تخدم الإخوان وخدمة الإخوان وخلت الإخوان في وضع هم اللي يحصلوا على 70% يعني الاتجاهات الدينية بشكل عام يحصلوا على 70% من البرلمان وأنا بقول أن هذا الوضع لا يعبر عن حقيقة التوازنات السياسية في مصر الآن وإنما هو برلمان تم تشكيله في ظل ظروف غير طبيعية وتحت ضغوط وظروف قاهرة وضاغطة غير عادية زي بالزبط ما تحصل على اعتراف من متهم تحت الضغط أو التعذيب أو كذا المحكمة ما بتاخدش بيه نعم ترجعوا تايم تقول ده ما ينفعش بس أنا ما ينفعش ما ناخدش بيه لا أنا بقولك أنه مش هناخد بيه وبقولك أن هذا البرلمان لن يتم مدته الدستورية لأنه تخلق في ظل ظروف لن تكون موجودة بعد ذلك والشعب حيقوم وحيقول البرلمان ده لم يعود يعبر عني حتى لو كان بيعبر عني وأنا في فترة طالع من نظام معين وموقفش معايا في النظام السابق إلا هؤلاء الإخوان اللي كانوا بيمدوا لي يد العون وكنت متأثر وكانش قدامي حد غيرهم لأن الأحزاب الجديدة دي ما كانتش لها لسه تواجد ولا قوة فبالتالي ما كانش قدامي حد اختاروا غير ده إنما النهاردة أنا شايف الساحة مختلفة هلو كان أداءهم جيد في البرلمان حتى لو حقاوا رغبات الناس لا ما هو يعني أنا مش عارف إذا كانوا يقدروا يعملوا ده يعني لو يقدروا يعملوا ده حينسالخوا عن ما يمثلونه يعني هل الناس النهاردة مشغولة بماذا يرتدي المسلمون وماذا لا يرتدي والشريعة إخوان بيحولوا ما يتكلموش عن ده حتى آخر تصريح اليوم إن السياحة الشاطئية في مصر ستظل كما هي بيحولوا التواصل مع اقطاعات من الفن والإبداع أنا أجب لك تصريحات للإخوان المسلمين إنهم كمان مع الدولة المدنية ومع الحريات كلها وكلها إذا كانت المسألة تصريحات فيه تصريحات كتير توقعت حضرتك إن الممارسة على أرض الواقع مش هتبقى أنا بشوف إديولوجيتهم إيه بشوف تاريخهم السياسي إيه بشوف شرعيتهم بالنسبة لأعضاءهم معتمدة على إيه نعم فيه إديولوجية واضحة يعني أما ييجي الفكر الماركسي ويقول زي ما كتير من الماركسيين قالوا إحنا مؤمنين بالليبرالية وبالديمقراطية وبالتعددية وهو الكتاب بتاعهم بيقول ديكتاتورية البروليتاريا يعني فيه تناقض هنا ما عرفش هما هيحلوه إزاي يمكن يحلوه بأنهم يلغوا الكتاب ويمشوا حسب أهواء الناس ما فيه شمانة طيب الجيش المجلس لما عمل كده لما ارتكب أخطاء حضرتك بتشوف إن هذه الأخطاء كانت مقصودة أما أنها أخطاء بسبب عدم الدراية السياسية حاولة دورة على تعبير مهزف أنا بشوف إنها ناتجة لعدم وجود خبرة سياسية ونتجت عن قناعة خاطئة كان الكثيرين يرزحون تحتها وهو أن القوى الحقيقية في الشارع هي الإخوان فإذا كسبنا الإخوان وتعاملنا معاهم ضمننا الشارع التجربة أثبتت عكس ضمن الشارع هل كان من الوارد يا أستاذ محمد أن يكون في حساباتهم الوصول إلى الحكم؟ وصول مين؟ وصول المجلس الجيش أن يظل امتداد عسكري في الحكم هل ده كان وارد حصل في مرحلة من المراحل؟ أنا شخصيا ما أعتقدش أعتقد أن ما كان يحركهم هو مستقبل الجيش في المرحلة القادمة في مرحلة انتهت كان وضع الجيش فيها محدد ومعروف ولوه يعني مزايا ولوه أوضاعه أكثر من طريقة يعني مش عارف لو أنت عايزنا نخش في المسائل دي لكن يعني هي مسائل معروفة يعني فيه ومرحلة جديدة بتبدأ في تاريخ البلاد وكان ليه دور فيها كان ليه دور كجيش فيها دور كبير ها بالضبط هل الدور ده يشفع لي ويضمن لي أنه المرحلة اللي جاية الجيش نضمن له ونصون حقوقه ومصالحه؟ ده كان أعتقد أنه ده كان عشان نبقى منصفين يعني من السهل طبعا نقول دي كانت مؤامرة وعايزين يفضلوا يحكموا على طول لكن أنا أعتقد أن أي حد يعني زو عينين كان قدر يشوف أنه لم يعد في مصر الآن إمكانية لأن يكون هناك حكم عسكري ده كان واضح للجميع طيب الحل إيه إذن؟ أن أنا أضمن الظروف اللي ما تحرمنيش من مصالحي إزاي؟ ده يمكن كان المحرك الأساسي بتاعي وهو ده جزء من المطروح في كتابة الدستور الجديد آه يعني خلينا نبتد الأول وسأل حضرتك كيف ترى تشكيل اللجنة التأسسية للدستور؟ هتتم بتوافق وبسهولة من خلال البرلمان؟ أم أنها ستكون البداية نقطة صعبة؟ يعني أنا الحقيقة شايف أنه حتمثل معركة لأنه رغم توقعاتك أو يعني الاحتمالات اللي أنت طرحتها أن الإخوان حيبقوا متساهلين جداً ويحاول يقدموا تجربة ويحاولوا يزبطوا للناس ويلبوا مطالب الجماهية عشان يحكموا خمسين سنة بدل ما تبقى أربع سنين وإنتوا عايزين إيه يا جماعة عايزين لبرالية نعمل لكم لبرالية عايزين دستور الأمة هي اللي تكتبوا سوا يلا الأمة هي اللي تكتب يعني مع استبعاد هذه الصورة الوردية نقولنا احتمال لكن الاحتمالات الأخرى كمان لازم نفكر فيها والاحتمالات الأخرى بتقول زي ما قلنا في البداية إنهم قعدوا مسودة لدستور جديد دستور بيقول إنه مصر دولة ذات مرجعية إسلامية وذات مرجعية إسلامية دي يعني إيه يعني أي قانون يصدر بعد كده لازم يتشاف هل ده ماشي مع الشريعة ولا مش ماشي معه يعني دي الباب الخلفي لتطبيق الشريعة من غير ما نجيب كلمة الشريعة ولا ننص عليها في الدستور مدام قلنا مصر دولة ذات مرجعية إسلامية يبقى لازم كل شيء يتفق مع هذه المرجعية هي المرجع لكل حاجة الدستور ده كمان بيقول إنه حيغير نظام الدولة من دولة رئاسية واللي يدرس تاريخ مصر ويشوف من أيام الفرعنة لغاية النهاردة ليه كان الدولة مركزية دائما يفهم طبيعة الدولة المركزية وحتمية الدولة المركزية في مصر ولازم نفرق بين الدولة المركزية والدولة الشمولية أو الديكتاتورية المركزية لا يجب أن تكون بالضرورة ديكتاتورية إنما يمكن أن تكون ديمقراطية لكن مركزية بمعنى أنها فيها مركز ثقل واحد الهرم ده ما تعملش اعتباطا قمة الهرم يجب أن تكون موجودة ما فيش حاجة اسمها نظام مختلط ده بدعة اختراعتها فرنسا وغير موجود إلا في فرنسا ومع ذلك فرنسا عانت منه كثيرا اللي هو الرئاسي البرلماني الرئاسي البرلماني المختلط ده يقول المختلط يعني شفنا شراك كان دي جولي ومعها اسمه جوسبان كان اشتراكي وفرنسا يعني كان وضع غير مريح إطلاقا ومن الفترات بتاعت حكم الشراك اللي كان فيها نوع من زي ما بيقوله الستاجنيشن أو التوقف نوع في كانش فيه انطلاقة فده نظام مشكوك فيه وبعدين انت عايز تعمله ليه عايز تعمله عشان انت عندك اغلبية في البرلمان فعايز البرلمان يبقى له القول الفصل في تشكيل حكومة وغير جهة ولا يعطي فرصة للرئيس ان يكون مستبدا او ينترد بالحكم اه لا ده 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 كلام سليم مش عايز الرئيس يبقى مستبد ما قدرش اقولك لا لكن ازاي تبقى تخليه متخليهوش مستبد هو انك تاخد سلطاته كلها لنفسك هتبقى انت المستبد لا انت هو ما يبقاش مستبد بانك انت تدي له سلطاته الشرعية وفق النظام لان السلطات اللي كانت موجودة للرئيس في دستور 71 بعد تعديلات ومش اول ما تكتب واللي انتهى بيها النظام السابق كانت سلطات بلا حدود كان رئيس كل حاجة رئيس الهيئة القضائية ورئيس الشرطة ورئيس رئيس كل المجالس العليا كل المجالس العليا وغير العليا نعم فلا انت تحدد سلطات الرئيس وتحدد سلطات البرلمان وتحرص على التوازن بين السلطات كلها او الفصل بين السلطات ما يبقاش نفس القوة اللي بتشكل البرلمان يعني السلطة التنفيذية يبقى معها كمان لا لازم كله يبقى وبعدين هنا التوازن بين الرئاسة وبين البرلمان ده مهم جدا ومصر عايزة والناس الان تتطلع الى رئاسة قوية لها رؤية تستطيع ان ترشد يعني الناس بتتطلع لرئاسة تقوم بما لم ينجح المجلس العسكري في القيام دي حضرتك بتشوف ان احنا يجب ان تجرى انتخابات الرئاسة قبل الانتهاء من الدستور لا انا نفسي يعني نفصل بين الاثنين نعم ليه؟ لانه دي مش معتمدة على دي طبعا بعض الناس برضو بتغالت وتقولك الله طبعا انتخب رئيس جمهورية من غير الدستور يعني من غير سلطات يعني يبقى بقى دكتاتور يعمل اللي هو عايزه لا مش فيه اعلان دستوري نعم ومش فيه تعديلات اتعملت ده التعديلات اللي تم عليها الاستفتاء اه كانوا تسع مواد خلال اتنين وستين ماذا لا ده الاعلان دستوري اه لكن الاستفتاء كانوا تسع مواد خمسة منهم عن الرئيس واخبالك نعم وعندنا الاعلان الدستوري عندنا سلطات الرئيس متحددة في الاستفتاء وفي الاعلان الدستوري بشكل واضح جدا بل دعني أقول لك أن سلطة الرئيس قبل الدستور أقل مما يجب أن تكون لأن مثلا ما فيهاش سلطة حل البرلمان سلطة أصيلة لرئيس الجمهورية أنه يستطيع حل البرلمان بشروط معينة هذه السلطة غير معطى للرئيس في الإعلان الدستور يبقى أنت لو انتخبت رئيس الجمهورية قبل الدستور بتدي له أقل من سلطاته اللي أنت حتديه له في أي دستور قادم فمش صحيح أن أنت فما فيش تخوف من أنه يؤثر حتى على كتابة الدستور عندما يتولى المنصر لا حسب الإعلان الدستوري إذا التزمنا بالإعلان الدستوري اللي بينتخب هيئة هو البرلمان إحنا ممكن نحط ضوابط بس ونقول أنه لازم الهيئة التأسيسية تمثل جميع الأطياف تمثل جميع الفئات يعني نحط شروط معينة لكن محدش قال أن رئيس الجمهورية هو اللي هيختار الهيئة دي ولا أنه هو ولن يقبل أحد ذلك أيضا إذن الاشتباك هيكون من اللجنة التأسيسية بالزبط فإحنا أولا نفصل بين انتخابات الرئاسة وبين الدستور ممكن الاتنين يمشوا بالتوازي اللجنة بتجتمع وبتشتغل وبنعمل انتخابات الرئاسة الحاجة الوحيدة اللي ممكن نأجلها الحقيقة هي انتخابات الشورى اللي أنا مش شايف أنه الحياة البرلمانية والبعض بيطالب بإلغاءها والبعض بيطالب بإلغاءها وانا بقول نأجلها ليه لأن هذا البعض الذي يطالب بإلغاءها وبعض كثير جدا قد ينجح في النهاية في أنه يضع هذا في الدستور طب نعمل انتخابات الملايين اللي تكلفتها انتخابات مجلس الشعب نعملها تاني في مجلس الشورى وبعدين يجي لنا دستور يقول إلغاء مجلس الشورى مش كفاية أن الدستور الجديد يمكن يحل مجلس الشعب ده لو قال إن ما فيش خمسين في المائل لا لحين لانتهم الدستور عشان حيطلع حد يقول ما هي موجودة في الإعلان الدستوري فما ينفعش ألغيها بالضبط فنأجلها بس لو نبدأ بالانتخابات الرئاسة متزامنة مع الدستور ونضع ضوابط للدستور وننظر في أمر الانتخابات الشورى في ضوء الدستور اللي حييك طيب في ده كله يعني احنا كلمنا عن مجلس العسكري وكلمنا عن الإخوان وكلمنا عن الدستور شباب الثورى انت مش مديني فرصة حتى أخذ لا تشرب لا لا أنا هنتظر لحد ما حضرتك بش لا تفضل لا ما قدرش مدام قولت شباب الثورى بقى شباب الثورى ده دول لازم يتشارب لهم أهم من الله نشرب في صحتهم الحقيقة ما لهم شباب الثورى دورهم في المرحلة دي هيكون إزاي هم خرجوا من اللعبة السياسية ودورهم الآن في الشارع أعداد قليلة جدا منهم داخلة البرلمان الأغلبية لم تصبح موجودة في أي مكان لا في حكومة موجودة صح ولا في مجلس تشاري موجودة ولا في برلمان موجودة ولا في الرئاسة موجودة طيب احنا كنا عاملين الثورى إزاي البلد دي هتتغير بروح شابة ما هو ده يعني انفصال الشخصية أو الشيزوفرينية اللي احنا عايشين فيها الناس بعض الناس قاعدة بتقول لازم ما يبقاش فيه غير الشباب في كل حاجة يعني رئيس الجمهورية يبقى شاب وعضاء البرلمان يبقوا شباب والحكومة يبقوا شباب ومش عارف العواجيز دول حن نعمل فيهم إيه حنقتلهم ولا حنتفنهم فلول بقى نخلص منهم خلاص كلهم بقوا فلول طيب ما فيه شباب فلول هو انت متصور ان التلاتة مليون واحد اللي كانوا في الحزب الوطني دول كانوا كلهم فوق الستين لا ده فيهم نسبة كبيرة من الشباب طيب هو الفلول يعني شباب بس ويعني عواجيز بس المسألة مش فلول ولا عواجيز ولا بيرو المسألة ان هناك فئة جديدة من هذا المجتمع هي الشباب أثبتت عملت حاجات كتيرة جدا أولا أثبتت ان المعادلة القديمة بتاعت انه يا الإخوان يا ينظم مبارك وما فيش تالت لهم غير صحيحة مبرزة قوة جديدة اسمها الشباب لكن احنا تعاملنا بعد ذلك وكأن الشباب دول مجوش وفضلنا نتعامل انه يا إخوان يا كذا هؤلاء الشباب اللي جمب وأثباتوا هذا دول الأمل في ان انت تغير المجتمع وكنت أتصور ان هما يبادروا بيه يبادروا بايه يرشحوا نفسهم في الرئيسة الجمهورية يعني بنظلمهم نطلب من واحد شاب انه مين هيختار رئيس جمهورية عنده عشرين سنة ولا تلاتة عشرين سنة ولا غيره بعيدا عن ان ده ضد القانون يعني بتاع الانتخابات لكن ماذا عن البرلمان ده البرلمان ده أنا كنت متصور بعد الثورة دي ما تقوم البرلمان ده هو ده بقى اللي كله ممكن يبقى شباب شباب لأن تبقى انتقلت الثورة من الشارع إلى المؤسسة الدستورية التي تصدر التشريع والرقابة التشريع والرقابة عايزي أكتر من كده وهي المؤسسة الضامنة انه الحكم يبقى وفق مطالب الثورة اللي الناس كلها ارتضتها وطلبت بيها وبسببها انضمت كلها للثورة أنا وجدت الحقيقة انه كان فيه عزوف عن الترشيح طبعا بعض الناس ترشحت بعضهم حاول يدخل البرلمان عن طريق الأحزاب بعضهم حتى شكل نفسه في تشكيل الثورة مستمرة مش عارف ايه ماشي انما الاغلبية المينستريم بتاع شباب الثورة ظل في مدان التحرير او يعني خارج لا اما فيش ثورة بتظل هكذا الى الابد الثورة لا تنجح الا حين تتحول الى اداة حاكمة نعم او تسيطر على الاداة الحاكمة وكان وسيلة السيطرة اللي موجودة هي البرلمان هو الذي سيشرع وسيصدر القوانين التي تتفق مع مطالب الثورة ده ما حصلش ما زلت بعتقد انه واجبنا ان احنا نصلح هذا الخطأ نصلح ازاي بقى ازاي باننا نفتح المجال امام الشباب في بقية التنظيمات حتى التنظيمات التي لا يستطيع الشباب وصول اليها يعني ايه مثلا انه يعني انا ساعدت جدا ديك النهار لما قال لي مثلا عن السيد عمرو موسى انه مصمم انه احد نواب رئيس الجمهورية معاي بقى شاب على هذا المنوال يجب ان تكون كل اجهزة الدولة ليه ما يبقاش مع كل وزير عنده وكلاء وزارة كثيرين ليه ما يبقاش عنده وكيل وزارة واحد شاب لشؤون لهذه الشؤون نعم مسألة الثورة الى اي مدى لو ان اهلهم من ناحية بن اهلهم طبعا ومن ناحية يعبر عن كيلو عن كيلو عن كيلو انه يشوفوا طب السياسة اللي ماشي عليها الوزارة بقالها خمسين او ستين او سبعين سنة وفي وزارات عندنا عمرها مئة سنة النهار ده ايه اللي مطلوب نغيره عشان نتوافق مع المتغير الجديد اللي حدث يوم خمسة وعشرين ده لو عندي انا وكيل وزارة شاب ويمكن معاه مجلس من الشباب استشاري ولو ان كلمة استشاري يعني عملاك انتظر محمد كمان حاسية لكن يبقى مجلس موجود انا كوزير عندي ستين سنة ولا ايا كان لكن عندي خبرة وعندي رؤية وعندي تمرس وكذا معايا دول اللي بستأنس لرأيه مش ان انا اجمعهم اعطهم فوق ده جنبي اه وما سمعهمش او اجتمع بيهم مرة وتيجي الصحافة تصور ويقولوا اجتمع رئيس الوزراء باقتلاف الصورة واستمع الى اراءهم وبتاعه وبعدين يروحوا يروحوا فين يرجعوا تاني مدان التحرير ويظل مدان التحرير بيطالب بالثورة وتظل الحكم المواسير مسدودة لازم تتسلك ولازم تتفتح مصارات جديدة للشباب ولازم يحصل يعني يتفتح طرق بينهم عشان يحصل تسليم وتسلم وطريق زود تجاهين لامدان التحرير هو اللي يشكل الوزارة ما فيش في الدنيا شارع بيشكل الوزارة ولا الوزارة هي اللي تتشكل وتفرض سياستها على لامدان التحرير وكأن ما فيش ثورة قامت لكن لازم هذا التفاعل بين الاثنين يتم سؤال الأخير من يحكم مصر الآن من الرئيس اللي حضرتك شايفه ايه مواصفات الرئيس المناسب بتكلم على الرئيس القادم الرئيس أو الرئيس الذي في رأيي مصر بتبحث عنه الآن أنا متأيق لي مصر بتبحث عن الرئيس الذي يمتلك صفات الزعامة والقيادة ما بقولش الدكتاتورية والسلطات المطلقة في ناس تقولك احنا شبعنا زعامات وكانوا مبسوطين قوي من الرئيس المبارك في البداية لأنه ما كانش بيدعي أنه زعيم وقالوا لا لا شوفوا زعامة عبد الناصر وزعامة السادات انتهى عصر الرئيس الزعيم آه عايزين زعيم رئيس موظف رئيس موظف في رئاسة الجمهورية وكانوا فرحانين أوي بالرئيس مبارك وأنا بقول أنه شرعية مبارك في البداية كانت معتمدة على هذا أنه راجل ما بيقولش أنا زعيم ولا حاجة ولكن أين قادتنا هذه القدرات المتواضعة التي لم تكن قدرات قيادية ولا تتصف بالزعامة أين قادت البلاد للأسف أنه ما قادتهاش إلى ما كنا نتطلع إليه وأصبحت الناس النهاردة بتتطلع إلى الزعيم القوي الذي لديه رؤية للمستقبل لديه خبرة تمكنه من إدارة شؤون البلاد لديه القدرة أن يتعامل مع جميع الفصائل وليس منتمي لفصيل واحد أو قادم من حزب واحد بحيث يقف عنينا كثير من الرئيس المنتمي الحزب والنهاردة لازم نطلب من الرئيس القادم أنه ما يكونش قاتي من حزب من الأحزاب ويستطيع أن يتعامل مع الأغلبية البرلمانية بمقدار ما يستطيع أن يتعامل مع الاتجاهات الليبرالية وأن يقودنا جميعا إلى المرحلة القادمة هذا نطبق على مينة أستاذ محمد؟ أنت شايف أن الوجوه المطروحة فيها حد تنطبق عليه هذه الصفات الرائعة على حضرتك حتى تطبق؟ والله أنا بشوف الحقيقة أنه السيد عمر موسى بيقترب كل يوم من هذا المقعد اعتمادا على هذه الصفات على الخبرة السابقة على الاتزان على الصفات القيادية الموجودة فيه أنا لما بشوف الحقيقة بينزل الأحياء الشعبية يعني بأعجب جدا من التأييد الشعبي اللي له وفي نفس الوقت عنده جالي فرصة أن أنا أتطلع على برنامجه الانتخابي اللي هو ما طرحوش لغاية دلوقتي برنامج عظيم جدا ينم عن رؤية متكاملة لمستقبل هذا البلد ثم أن له ثقل دولي وتأييد عربي يستطيع أن يعيد مصر إلى دورها الإقليمي اللي هو مفتاح تواجدها على الساحة الدولية فيعني إلى الآن ولو أن طبعا سباق الرئاسة مليان مفاجآت يعني ممكن تتوقع لعب جديد يظهر في البلعب؟ يعني أنا بعتقد الحقيقة أن دي بقى فيها قدر من الإهانة فيه إهانتين للشعب المصري في مسألة الرئاسة الناس اللي تقعد كده تحط رجلة على رجلة وتقول الرئيس القادم لم يظهر بعد أو أنا مش هنتخب أي واحد من اللي هم مترشحين دول بيفكروني بالزبط المباركة ما كان بيقول أنا مش لقي أي واحد يصلح نائب رئيس جمهورية لو كنت لقيت واحد كنت عينته البلد مليئة وخير الناس هم من تقدموا للترشح ومليانين قيادات وبعدين يعني إيه ما ظهرش لغاية دلوقتي يعني في آخر لحظة هترمي لي واحد كده يبقى هو ده رئيس الجمهورية فالناس كلها تنباهر بيه إحنا مش بهذه السزاجة إن ما بدأش السباق معايا من الأول ونزل وتفاعل مع الأحداث اللي فاتت دي كلها وقدم لي برنامجه ولا ما ينفعش في آخر لحظة دي إهانة ليه وإنك تقول لي ما فيش حد ينفع كأنك بتقول مصر نضبط وما فيهاش يعني يجب أن ننظر إذن كروت الرهان على الفرسان في الملعب الآن على الساحة السياسية المصرية الكاتب الكبير أستاذ محمد سلمان بشكر حضرتك جدا نورتني شكرا لك بشكركم هطلع فاصل واستقبل ضيفية العزينة الشعر الجميل جمال بخيت والمنتج المبدع محمد العد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر